تسع اشياء ممنوع استحبها على الطائرة في شنطتك بعد فترة كبيرة بقى من التخطيط والترتيبات احنا رايحين خلاص احنا مسافرين وتحدد معادي الصفر خلاص وبدأنا نحضر في الشنط هتبدأي بقى تلاقي ايه الحاجات اللي هتخديها معاك في شنطة الصفر الاساسية وايه الحاجات اللي هتخديها معاك في حاقبتك اللي هي هتخديها معاك الطيارة اهم معلومات هتحتاج تعرفيها قبل تحضير شنط الصفر عشان هتسهل عليك اجراءات كتير من التفتيش والامن في المطار هقولك على كل حاجة ممنوعة تخديها معاك اول حاجة السوائل او الجل اللي هي اكثر من 100 ملي اي مستحطرات سائلة او جل غير قابلة للاشتعال المفروض العبوة بتاعتها بتكون 100 ملي بس هي دي اللي مسموح ليك يتخديها وفي تحطيها في اكياس مربعة وشفافة كده قابلة للغلق اكياس اللي هي قابلة للغلق دي وشفافة بينطبق بقى على السوائل دي كمان ايه مستحضرات التجمير زي الكريمات المانيوكير العطور الحاجات الوحيدة المستثنى اللي هي الادوية الضرورية بتاعتك طيب الحاجة تانية المشروبات السائلة برضو الاطعمة والمشروبات السائلة بغض النظر عن حجمها بقى كانت الا في حاجة واحدة برضو مستثنى اللي هي لو هي طعام اطفال لو انت معاك رضيع مثلا واخداله لبن او كده خلاص ده مسموح بيه الادوية والعققير كلها في حاقبتك بس بتلتزمي بالكميات المحددة ليكي الاوراق النقدية بقى متاخديش كمية كبيرة يعني انت ليكي مبلغ معين مسموح بيه انك تشيليه في شمتتك فمتاخديش مبالغ كبيرة تقريبا اللي اكتر حاجة مسموح بيها في مصر هي عشر تلاف اه دولار بتخديم عاكي على الطيارة اه الولاعة مسموح اه ليكي بتاخدي ولاعة واحدة بس اه لو بالنسبة للراجل يعني بيحط ولاعة واحدة بس في حقيبة الصفر اكتر من كده ممنوع الحاجة التانية كاميرات اللي هي فائقة الكاميرات الكاميرات التصوير دي اللي هي فائقة الامكانيات بقى دي برضو غير مسموح بيها انك تخديها معاكي في اه شمتتك في الطيارة اه المواد السامة او الكيمويات اه دي برضو زي الكولور المبيضات اه اي مواد اه سبغات الشعر برضو دي لا يسمح بحملها في الطائرة خالص وزي ما قلتلك اهو الفلوس الكتيرة يعني اخصى حاجة عشر تلاف اه دولار اه اي حاجة بقى اي مواد قابلة للاشتعال او الانفجار زي عبوات اللي هي المضغوطة دي اه برضو لا يتعدى حجمها ميت ملي يعني اقصى حاجة تكون ميت ملي المواد القابلة للانفجار زي الالعاب النارية السواريخ كل ده ممنوع اه عشان كده لازم تحذري ان حقبتك ما يكونش فيها كل ده عشان ما تتعرضيش للتفتيش ووقفوكي بقى في المطار واي مشاكل اه في المطار اه بتاعتي كمان عن اه السبغات الشعر زي ما قلتلك في المتحطهاش في اه شنطتك ادوات المكياج بتاعتك اللي هي الكريمات اه الادوية والعققير بقى اللي هي خاصة بيك انتي بس اه الادويتك انتي يعني مثلا اه مريض سكر اه مسموح له انه ياخد الانسولين معايا الطيارة الادوية اللي هي اه اليومية بقى المرضى المزمنين وامراض المزمنة وكده ده من حقه ياخد ادويته ادويته معايا الطيارة لكن اي ادوية تانية غير مسموح اه بيها اه اه برضو استحاب الطعيمة انك تاخد اطعيمة ومشروبات سيلة زي ما قلتلك بغض نظر عن حجمها بقى الا ازا كان طعام طفل يعني الا ازا كان طعام طفل وآ بيقولوا يجب عليك الافصاح آآ عندها لما تيجي تتفتش شنطتك لازم تقول لهم اني معاك كزا مثلا ده اكل طفل الحاجات كمان اللي هتقومي بيها اللي هتشتريها من السوق الحرة حتى لو اشتريتيها من السوق الحرة اللي هي السوائل برضو ما تحطهاش في شنطتك آآ اللي ازا كنت كانت هي دي الطيارة الاخيرة اللي هتركبيها يعني مش هتركبي طيارات تاني السوائل الميت ميلي زي ما قلتلك هتحطيها في كياس شفافة كده وتحكمي آآ غلقها اي آلات حدة بقى اي آلة حدة مقص آآ سكينة آآ شوكة اي حاجة اي حاجة حدة دي برضو آآ ممنوع آآ استحابها في شنطة الطيارة كل ده حطيه في الشنطة الاساسية اللي هتكون آآ في بطن الطيارة عشان تتجنبي اي حاجة اي مشاكل يعني في المطار آآ تروح وترجعوا بألف سلامة آآ دي كانت بعض الحاجات اللي افتكرتها ان شاء الله باذن الله هعمل فيديوهات توعية كتير آآ بس خليك معايا وشير الفيديو عشان اكبر عدد آآ يستفيد منه وآآ باذن الله ان شاء الله هقولك على احسن حاجة واحسن ترتيب للشنطة آآ بحيس تحطي كل حاجة في شنطة كبيرة ويخلي شنطتك اللي معاك بس دي خليها لأدواتك الشخصية لأدويتك فكل ده ان شاء الله تابعيني وهنزل فيديوهات آآ كتيرة بالنسبة لوزان الشنطة وزن الشنطة اللي استقلت عليه كتير وزن الشنطة بيكون تبع آآ شركة الطيران يعني مصر للطيران بتدي شنطتين كل شنطة تلاتة وعشرين كيلو يعني ليك ستة واربعين كيلو غير آآ تمانية كيلو معاك في الطيارة يبقى كده ستة واربعين ده في بطن الطيارة وتمانية في ايدك في الطيارة آآ شركات آآ السعودية تقريبا بتدي تلاتين كيلو في شركات تانية اللي هي تقريبا مش عارفة اسمها ايه كده دي بتدي تلاتة وعشرين كيلو يعني كل شركة وعلى حسب ما هي بتحددلك في التذكرة هتجيها تغذي كام كيلو خلي بالك من الميزان كويس عشان الزيادة هتدفعي تمنها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة